اشتركوا في القناة ويكون له دور بتخفيف هذا الخطر مئات المرات بعض المثال إذا من نروح رحلة من مدينة بيروت إلى ترابلوس مع مخالفات عديدة لسلام المرورية هذا الخطر قد يكون مضاعف وبالتالي الالتزام بقانون السير قد يخفف من هذه المخاطر إذا تجنبنا استعمل الهاتف أثناء القيادة أو وضعنا الحزام والتزامنا بالسرعة القانونية الخطر قد يكون أقل مستحيل بالإرشادات التوعية نقدر نوجه كل التوعية المطلوب أنه كل إنسان كل يوم يتعلم إجراءات جديدة من تجارب الآخرين اللي عم بتصير لننمي سلوكيات السلام العامة ونغير نظرتنا للخطر ليصير عندنا مجتمع أكثر أماناً وهيضي الطريقة المثالية لنعمل إيمي لحياة الإنسان اليازة بتدعيكم تفكروا مرة واثنين وثلاثة بتجارب الآخرين نتعلم منهم ونحاول نخفف بالمخاطر المحيطة فينا لنقدر نخفف من الإصابات من الحوادث ومن الأوبئة والأمراض على أنواعها الله معكم ويحميكم وإن شاء الله إيد بإيد نعمل إيمي لحياة الإنسان